موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وعينة مشاهدين الكرام سبق وأن أفردنا حلقة ماضية تحدثت حول هاشتاغ انتشر في موقعية تواصل الاجتماعي تويسر وأيضا فيسبوك هذا الهاشتاغ حمل عنوان صافر القنبلة الموقوتة صافر السفينة الراسية قبالة سواحل البحر الأحمر التي تمثل اليوم خطرا وشيكا يهدد العالم بأسر ليس اليمن فقط نظرا لتعنت الجماعة الحوثية وإصرارها على الانتقام من أبناء الشعب اليمني وعلى جعلها وسيلة لتهديد وابتزاز المجتمع الدولي طبعا الكثير من الذين غردوا عن هذا الموضوع والذين أدرجوا الهاشتاغ صافر القنبلة الموقوتة في تغريداتهم وفي منشوراتهم حملوا على إيصال عدة رسائل من ضمن الرسائل أيضا أنهم حذروا المجتمع الدولي وحذروا الأمم المتحدة وحذروا العالم بأسره من خطر هذه الجماعة التي يعرفها أبناء الشعب اليمني أكثر من غيرهم يعرفون غدرها يعرفون أيضا التواءاتها يعرفون وسائل الابتزاز الخاصة بها يعرفون أيضا مآربها وأطماعها اليوم لدينا أيضا مجموعة من التغريدات التي تتحدث خول هذا الموضوع وسنفرد مساحة كافية للعديد من الناشطين والإعلاميين أيضا الكتاب والمثقفين والقراء يعني التحدث حول هذا الموضوع التحدث حول الناقلة النفطية صافر وما زلنا في ذات الهاشتاغ صافر القنبلة الموقوتة التي يعني العديد من الذين سوف نتناول تغريداتهم في نفس الموضوع يحملون رسائل متعددة سنتابع الكثير المشاهدين لكن بعد هذا الفاصل القصير تكرم نبقوا معنا مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد أول تغريدة لنا في هذه الحلقة للإعلامي محمد الضبياني تحدث حول الخطر الذي تمثله الناقلة صافر الحوثي يعتبر خزان صافر صلاحا نوويا بيده لاستخدامه ورقة للمساوة ما يواجه بها الحكومة والمجتمع الدولي لتنفيذ مشروعه التخريبي الحوثي يجسد الجريمة والحماقة والعبث والإرهاب لكن كل ذلك يأتي وفق تصريح عمل من قبل المجتمع الدولي لإلحاق الضرر والأذى باليمنيين أما أحمد الصباحي فتحدث في ذات الموضوع قال ما هي مصلحة الحوثي من إبقاء خزان صافر بدون صيانة رغم الخطر الوشيك الذي يهدد الجميع هل هؤلاء بشر عاديون أم أنهم نازيون لا يهمهم سوى تحقيق مكاسب سياسية ومالية إذن مشاهدين الكرام خديث الناس يتمحور حول خطر هذه الناقلة التي تحمل أكثر من مليوني برميل للنفط الخام وإن حدث تسرب فبالتالي حسب خبراء ومختصين في هذا المجال أنه سيتسبب في كارثة بيئية سوف يتضرر منها العالم بأسرع كارثة بحرية يعني ناهيك ولكم أن تتخيلوا ناهيك عن الأحياء البحرية التي ستتضرر من هذا التسرب ناهيك عن الناس الذين هم على محيط سواحل البحر الأحمر والذين سوف يكون عليهم التأثير أكثر من غيرهم عوض بن طالب أيضا كتب وقال خطر الناقلة صافر وحدود كارثة بيئية لو انفجرت في سواحل الحددة سيكون كارثي لجميع الدول المطلة على البحر الأحمر وطريق التجارة الدولي ستنال اليمن النصيب الأكبر وقد يمتد أثر الكارثة إلى عشرات السنين في النهاية الجماعة الخوثية لا يهمها من هذا الذي سوف يحدث شيئا كل ما يهم الجماعة الخوثية هو الابتزاز ما يهم الجماعة الخوثية هو أن تسعى لإخضاع العالم لإخضاع أيضا الذين يبحثون عن السلام معها وخصوصا الحكومة التي اليوم تبحث عن سلام مع هذه الجماعة لإنقاذ الشعب اليمني مما يمر به ومن الحال الذي وصل إليه نتيجة لتعنت الجماعة الخوثية وإصرارها أيضا على جعل اليمنيين يعيشون في هذه الدائرة المظلمة ولجعل اليمنيين يعيشون في النفق المظلم الذي أدخلوا فيه منذ العام 2011 وخصوصا تحديدا منذ العام 2014 منذ أن جاءت هذه الجماعة وسيطرت على مختلف المخافضات بقوة سلاحها لكن من يبحث عن حلول هذا بحسب ناشطين تحدثوا عن الموضوع وتحدثوا عن أن من يبحث عن سلام مع هذه الجماعة وهذه الميليشيا فيعتبر وكأنه يبلط البحر لأن الجماعة معروفة منذ الأزل بخيانتها وبنقضها للعهود هكذا سألوا وردوا عن أسئلتهم بذات الوقت جماعة كلما أبرم معها اتفاق ومعاهدة كلما بحثت عن ألف التواء وألف مشكلة لاختلاقها ولإنهاء هذا الاتفاق والطعن من وراء الظهر وجعله أي اتفاق معها يبرم معها بأنه تعتبره مضلة وأيضا ستارا حاميا لها فثابت الأحمد أيضا غرد عن ذات الموضوع تتعمد الميليشيا الحوثية استخدام معاناة الشعب اليمني وحاجته الملحة للمساعدات الإنسانية والمخاطر الناجمة عن تهالك ناقلة لمساومة وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب على حساب أرواح اليمنيين وعلى حساب حقهم في استعادة الأمن والاستقرار والحياة الكريمة فارس الحميري أيضا كتب وقال نشر الخوثيون ألغاما بحرية عن طريق الإلقاء اليدوي وطرق أخرى في مساحات واسعة بالبحر الأحمر بما في ذلك المنطقة المحيطة بخزان صافر النفطي هناك مخاوف حقيقية من استدام أحد هذه الألغام بالخزان العائم المتهالك حيث ستحل كارثة بيئية على اليمني والدول المشاطئة إذن بالخديث مشاهدين الكرام وهي تغريدة مهمة من فارس الحميري عن الألغام وخطرها على البيئة البحرية وعلى أيضا الناس عموما في محافظة الحديدة وفي مختلف المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا الخوثية يعني كلما دخلت الجماعة مكانا وكلما سيطرت على مكان وتعلم أنها ستدحر منه أو دحرت منه تسعى لتفقيخ ذلك المكان بمختلف ألغامها فبالتالي البحر الآن أصبح مهددا بألغامها ربما أن السفينة الآن سفينة صافر محاطة بمختلف أنواع وأشكال الألغام لاستخدام هذا الشيء ولي أيضا تفجيرها في حال أنه حصل ضغوط عليها أو أحست بالخطر الشديد وهذه هي حقيقة وما يخشاه الجميع هو حدوث هذه الكارثة هنا تغريدة للمرصد اليمني للألغام تحدث حول خطر الألغام الخوثية وقال نشر الخوثيون ألغاما بحرية عن طريق الإلقاء اليدوي وطرق أخرى في مساحات واسعة بالبحر الأحمر بما في ذلك المنطقة المحيطة بخزان صافر النفطي هناك مخاوف حقيقية من اصطدام أحد هذه الألغام بالخزان العائم المتهالك حيثه ستحل كارثة كبيرة على اليمن والدول المشاطئة وكيل وزارة الإعلام نجيف غلب أيضا تحدث حول الناقلة النفطية منذ سنوات وحتى اللحظة لا يزال المجتمع الدولي والأمام المتحدة عاجزين وفاشلين في إيجاد حلول للناقلة صافر في ميناء الحديدة كل الجهود واجهها الحوثي بتعنط ومماطلة ممنهجة ومع ذلك لا يزال المجتمع الدولي يوهم اليمنيين بإمكانية إقامة سلام مع الحوثيين إذن سنحاول جاهدين استعراض تغريدات العديد من الناشطين يعني لدينا كم هائل من التغريدات والوقت بالتالي لا يسمح لأيضا التعقيب عليها لكننا أيضا سنترك المجال للعديد من من تحدثوا خول هذا الموضوع نايف العماد أيضا غرد في ذات الموضوع وأدرج تغريدته بهاشتاغ صافر القنبلة الموقوطة تبتز الخوثية اليمنى والمنطقة بخزان صافر النفطي وتجعل منه قنبلة موقوطة لنسف الخيال البحرية وتهديد الملاحة يجب أن تتوقف هذه الجريمة وهذا الانتهاك البيء الخطير أبو أحمد الصلوي كتب أيضا ستسفر الحادثة عن آثار أوسع وأشد حدة وأطول أمدا مما أشارت له المعطيات المتوفرة فإذا سكب النفط تصبح الحادثة أكبر بأربع مرات من كارثة إكسون فالديز يولد أضرارا بيئية شديدة وواسعة ويفاقم الأزمة الإنسانية التي تفتك بالبلاد والبلدان المجاورة أما ناصر الشليلي فكتب أيضا من شأن تسرب النفط من الناقلة أن يلحق ضرارا كبيرة بالنظم البيئية للبحر الأحمر وأن يتسبب بإغلاق ميناء الحديدة لأشهر وتعريض أكثر من ثمانية مليون شخص في اليمن لمستويات مرتفعة من التلوث وتطال الكارثة دولا مجاورة مطلة على البحر الأحمر كما حركة الملاحة التجارية العالمية إذن هو خطر كبير ومحدق يتمثل على أبناء الحديدة وأيضا على الدول التي هي موجودة في سواحل أو في محيط البحر الأحمر وأيضا ربما أن الكارثة سوف تطال الجميع إن تم السكوت والصمت وغض الضرف عن هذه الأفعال والتصرفات والابتزاز والتهديد من قبل الجماعة الحوثية محمد الصالح أيضا غرد وقال صافر القنبلة الموقوطة هذه القنبلة إن انفجرت سوف تفقد اليمن أنبوب نقل للنفط الخام والذي كلف الدولة أكثر من ملياري دولار أمريكي قبل عشرين عام وسوف يكلف اليوم عشرات المليارات من الدولارات بسام بن علي أيضا غرد وقال إذا كان الحوثي تعنت ورفض فتح طريق تعز وفشلت الأمم المتحدة ومبعوثة على إقناعه فكيف سيوافق على حل الأزمة وقبوله بالسلام لن يكون حلا للأزمة اليمنية إلا بالحصم العسكري غير ذلك إهانة ومهانة أنوار التميمي أيضا كتب وقال إذا استثنين القنابل النووية فإن قنبلة صافر الموقوطة تعد أكبر قنبلة تقليدية مليون برميل من النفط الخام كفيلة بأحداث كارثة عالمية تطال البشر والبحر والبر وستمتد آثارها المدمرة لسنوات طويلة إذن لا يخلو مكان إلا واتخذت منه الجماعة الحوثية وسيلة للتهديد ووسيلة أيضا لابتزاز كلما يهم الناس ويهم أيضا مصالح الناس تجعله المليشيا الحوثية أداة ووسيلة لانتقام ناقلة صافر وأيضا حياة الناس ووسائل التي تساعد الناس على الحياة هي أيضا تعتبر وسائل متعددة لجماعة الحوثي لابتزازهم وأيضا نهبهم ولأخذ أموالهم نرى الجماعة الخوثية في مختلف المحافظات الخاضعة والقابعة تحت سيطرتها تتخذ من كل شيء موردا أساسيا لها لأخذ وليجباية وليعني نهب أموال اليمنين قاطبها جماعة توصف عبر العديد من الناشطين والإعلاميين والذين يتحدثون عنها بشكل متواصل في مواقع التواصل بأنها جماعة أتت للسلب والنهب جماعة جاءت لتأخذ أموال اليمنين لتنتقم من اليمنين جماعة تسير خارجيا يمينا كان أو يسارا وفي الوقت الذي تريده إيران وفي الزمان الذي تريده وأين ما شاءت وكيف ما شاءت ما هي إلا جماعة يعني جاءت لتهديد اليمنين جماعة لنسفي كل ما بني على مدى 33 سنة أو أكثر من 33 سنة ماضية على يد الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح فبالتالي عندما نرى أي منجز تسعى الجماعة الخوثية لنسفه أو هدمه هو يمثل خطرا وتراه بأنه خطر عليها يعني أي شيء بني لصالح المواطن في عهد الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح جاءت الجماعة الحوثية إما لتنهبه أو لتنسفه عن بكرة أبيه فغالب أيضا الهديل غرد عن ذات الموضوع صافر خطر حقيقي وكارثة بيئية وملاحية تهدد مياه البحر الأحمر في ظل سكوت دولي وأممي عن تعنط الحوثيين لإجراء الصيانة وإنقاذ السواحل اليمنية والإقليمية من تسمم بيئي للأسماك والشعب المرجانية جريد الشاعر أيضا كتب وقال بعد أن طالت ودمرت أفعالها الإرهابية الإنسان والحيوان والشجر والحجر في البري جرائم ميليشيا الحوثي تهدد الكائنات الحية في البحر أما سليم الرياشي إذا لم يتفق العالم مع الحوثيين على صيانة ناقلة صافر كيف سوف يتفق مع اليمنيين على تسليم السلطة لحكومة يمنية واحدة أما سحر الشيباني فغردت أيضا وأدرجت كذلك إحصائية من ما يوجد على السفينة وكذلك الآثار المترتبة على انهيار أو تآكل الناقلة النفطية صافر إيران تتعامل مع خزان صافر كعنوان لأنفوذ وكسلاح استراتيجي وسلاح ردع وتهديد لأغلاق البحر الأحمر الذي يمر منه أربعة مليون برميل النفط يوميا وإثنى عشر في المئة من التجارة العالمية أي خمسة وعشرين ألف سفينة تجارية في العام أي 2.5 تريليون دولار سنويا أما محمد أحمد سالم فكتب أيضا كجماعة إرهابية تنفذ أجندة إيران العدائية لا تكترث مليشيا الخوثي للكارثة المترتبة على مخاطر ناقلة صافر في البحر الأحمر على اليمن والإقليم لذلك على المجتمع الدولي أن يغادر مربع التهون حتى لا يكون شريكا في حدوث الكارثة إذن هذا التهاون والتهادن الذي يحذر منه العديد من الناشطين والعديد ربما أنه غالبية أبناء الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه أن التهاون مع جماعة الحوثي سوف يعطيها المجال والضوء الأخضر لممارسة المزيد من الابتزاز وممارسة أيضا المزيد من المساومة في حياة الناس وفي حياة اليمنيين خصوصا فينبغي اتخاذ إجراءات حادة ولازمة مع هذه الجماعة هذه الرسائل التي يعني يحملها العديد من الأبناء الشعب اليمني والتي نراها منعكسة في مواقع التواصل الاجتماعية حسن غالب أيضا غرد وقال تجاه الميليشيا الحوثين مبادئ القانون الدولي الإنساني باستخدامها البيئة سلاحا للتهديد والمواجهة دليلا إضافيا على أن هذه الميليشيا ليست إلا جماعة إرهابية مسلة حصدت على السلطة بالقوة ولا تمتلك أدنى مسؤولي أخلاقية في حظ أمن وسلامة واستقرار المجتمع اليمني أيضا عبد الملك الهتاري غرد وقال إذا أرادت الأمم المتحدة أن تنجح في اليمن عليها أن تعيد النظر في مقاربتها للحالة اليمنية وأن تعترف باعتمادها عمدا سرديا بعيدا عن حقيقة الصراع وتتغافل عن طبيعة ميليشيا الحوثي كذراعي لإيران وجماعة رادية كالية متطرفة يمنحها أن تسجل نجاحا لكنها لا تريد أو يمكنها أن تسجل نجاحا لكنها لا تريد أما خالد العامري فغرد أيضا الحوثية تتاجر وتهدد وتبتز المجتمع الدولي بقضية ناقلة صافر هؤلاء إرهابيين أنها ما تحتاج لمباحثات أو اتفاقيات لصيانتها باعتبارها خطر سيتجاوز اليمن إلى الدول المتشاطئة على البحر الأحمر وستؤثر على الجميع لكن الحوثية لا يهمها إلا مشروع لا تفكر إلا بمصالحها سنختتم هذه التغريدات وسلسلة التغريدات لعبد الباصط القاعد حيث أبدى رأيه حول هذا الموضوع تشير التقديرات لأن تسرب النفط من الناقلة صافرة وحدوث أي انفجار نتيجة الممارسات الإرهابية الخطيرة سيؤدي لأغلاق ميناء الخطيرة لأشهر عدة وسيتسبب في نقص الوقود والاحتياجات الضرورية وسيرفع أسعار الوقود والمواد الغذائية ثمانية أضعاف وهذه هي واحدة من ضمن الكوارث مشاهدين الكرام أن الأسعار سوف تكون خيالية جدا فوق ما هي موجودة اليوم بربما أكثر من عشر أضعاف يعني هذا ما سيترتب أيضا على الكارثة التي تسعى الجماعة الخوثية لحصولها يعني أن تمنع الفريق الأممي ومختصين وخبراء من النزول إلى الناقلة النفطية صافر وأن تتخذ منها أيضا أداة للتنفيذ وأن تفخخ حولها وتفخخها فبالتالي هي تعتبر جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى إذن أفردنا اليوم أيضا مساحة كافية للعديد من الناشطين والذين أبدوا أراء مختلفة من جميع فئات وشرائح المجتمع اليمنى حول الناقلة النفطية صافر وحول الهاشتاغ المتداول خلال اليومين الماضين صافر القنبلة الموقوتة مشاهدين الكرام سنتابع هذا الجرافيكس القصير الذي يتحدث حول خطر الناقلة النفطية صافر من ثم نعوده لتوديعكم تكررنا نبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذا مشاهدين الكرام مشاهداتنا الكريمات وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة اليوم من هذا بإذن الله تعالى ألقاكم يوم غد في خير وعلى خير دمتم دام الوطن سالما معافا في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر